موسيقى موسيقى يهرف في المملكة العربية السعودية كصاحب واحدة من أكبر القنوات على يوتيوب يصور فيها يومياته مع أبنائه ما حصد لعائلة مشيع شعبية غير مسبوقة تخطط 400 مليون مشاهدة حتى الآن السلام عليكم هذا أنا محمد مشيع الغامدي وهذا ابني أنس بنت إيمان وولدي يوسف نحن على اليوتيوب من 2010 نصور لكم مغامراتنا حول العالم وحياتنا اليومية وتحديات وكثير أشياء ثانية حلوة انضموا إلى قناتنا شرفونا وصيروا جزء من عائلتنا عيشوا معنا مغامرة الحياة محمد أهلا بك في تغريدة الصباح محمد ما الذي يدفع والدا أن يصور يومياته مع أبنائه وينشرها بشكل يومي أو أسبوعي حتى على يوتيوب؟ حالا أصلا أحب التصوير ومن زمان أصور اليوتيوب أعطتني منصة أني أضع هذا التصوير فيها وكنت أصور أشياء مثلا يومي العملي في بريطانيا سفرياتي بعدين صرت أضع الأطفال في المقاطع الجمهور عجبهم هذا الشيء ودخلت في السوق العربي لأنه لم يكن في عربي يعمل هذا الحركة يعني لم يكن في عرب يصور يومياتهم فعش كذا أنا دخلت بالسوق العربي كمداني أدخل بالسوق الإنجليزي الحمد لله أدخل اللغة الإنجليزية لكن ما كان في أحد يصور يومياته مع الأطفال بسوق العربي وحمد الله لقيت جمهور كبير يعني أنت من الأوائل تعتبر؟ يمكن أنا أول واحد يمكن لكن محمد الجمهور السعودي الشاب يقال عنه بأنه صعب الإرضاء فكيف علمت بأن فكرة مثل هذا النوع ستلاقي شعبية يعني أكثر من مليون منتسب لقناتك كيف علمت؟ لم أعلم كانت تجربة في البداية لكن مع الوقت لقيت نجاح لقيت جمهور ما توقعت أن النجاح يوصل لهذه المرحلة ففي البداية كانت تجربة أكثر من أنها كانت أنا سأكون ناجح ويلا خلينا ندخل في اليوتيوب لا، ما كنت أتوقع هذا النجاح والحمد الله لقيتها ومرة مبسوطة طب ماذا تعلمت حتى الآن؟ أنت بدأت منذ 2010 إلى اليوم كيف تطور المشروع؟ ماذا تعلمت ربما؟ تعلمت، أنا بنت براند لقناتنا من زمان ما كنت أعرف قناتنا عبارة عن نفسي عبارة عن سفريات لا، الآن صار واضح ما الجمهور يريدون؟ يريدون قناة عائلية يريدون أن يروني أنا مع أطفالي نلعب مع بعض، نعيش حياتنا عندنا جملة نقول عيشوا معنا مغامرة الحياة ففعلاً، نحن مثل مسلسل، لكن حقيقي لا يوجد تمثيل، كل تصوير عفوي والجمهور حبوا هذا الشيء، لا يوجد كثير من الناس يقدموا هذا المحتوى أحتاج أشتري شيء بسرعة وأطلع، يلا بسرعة يوسف يلا خلينا نمشي، لا لا يلا طيب طيب يلا يلا بسرعة يلا يلا بسرعة فريدو تجربة 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 لا تجربة يوسف ماذا تفعل؟ تجربة يلا محمد في أيام تمر على الجميع واحد ربما لا يريد أن يصور في هذا اليوم ليس في المزاج الأطفال ربما أيضا لا يريدون الإنتاج كيف تسيطر على هذا الوضع لأنه أصبح التصوير وكأنه جزء من حياتك اليومية فعلا هذه من أكبر التحديات لنا إذا جاء يوم وفي مرض ولا شيء وما نقدر نصور يعني يكون عندنا باكة قصلا يكون عندنا تصوير من الأيام اللي قبل فأحنا ببساطة نصور أو لما يجي لنا فرص نصور فكون عندنا تصوير كافي إن شاء الله مخزون مخزون بالزبط طيب أنت قلت لي بأنك ربما تبحث في إمكانية أن تخصص كل وقتك ليوتيوب وأن تترك وظيفتك اليومية هل هذه مخاطرة ولماذا تفكر بالموضوع؟ لأنني وصلت لمرحلة اليوتيوب يأخذ جزء أو وقت كبير من حياتي احتمال كبير إن ما أقدر أشتغل دوام كامل وأشتغل على اليوتيوب بنفس الوقت وأنا مفكر جديا أني أترك وظيفتي عشان أركز على اليوتيوب مع أنه عندي عائلة فالمخاطرة بالنسبة لي أكبر من واحد ما عنده عائلة لأنه هذول مسؤوليتي لكن مفكر جديا أني أفعل هذا الشيء لكن ماذا عن المدخول؟ كيف سيكون لك مدخول وتؤمن مدخولا ثابتا للعائلة؟ السنتين اللي فاتت وأنا على اليوتيوب بتجي لي مدخول كويس من اليوتيوب الحمد لله داما أفكر هذا الدخل حيستمر هذا حيوقف السنتين أو السنوات اللي فاتت أكدت لي أنه هذا الدخل ما وقف طبعا فيه احتمالية لكن احتمالية بسيطة مرة إنه يصير فأنا واثق إنه هذا الشيء ما راح يحصل إن شاء الله والدخل راح يستمر إن شاء الله ممتاز خليكم جاهزين بروح أنا أتجهز بالنسبة للشباب الناشئين ربما الذين يحاولون إطلاق مشاريعهم أو قنواتهم حاليا من العالم العربي أبرز النصائح بالنسبة لك يمكن أسرع طريقة لنجاح إنك تشوف إيش الأفكار اللي تنجح في الغرب في أفكار كثيرة طبكت في الغرب وأكدت للناس إنها ناجحة أفكار ناجحة لليوتيوب لكن ما حد تطبقها في العالم العربي فهذا يمكن هذه فكرة حلوة وتساعدك إنك تخش على اليوتيوب وتنجح فيه بشكل سريع هذا حق أنس بس قال ما ليش يعطيك هو تابعا هل تابعا؟ لا، لديك دو خلاص، كفني لا، لا، تابعا لا، تابعا، تابعا، تابعا بس هنا محمد انتقادات لكاثرين أنه في مجمل مبادراتنا ومشاريعنا مشاريع الشباب العربي على السوشيال ميديا تقليد للغرب ونحن يقولون بأنه نحن لا نبتكر نحن فقط نقلد ماذا ترد؟ كيف ترد؟ لا يوجد شيء يسمى التقليد، مثلا، يبيع برغر في أمريكا يعني خلاص، ما في أحد يقدر يفتح محل هنا ويبيع برغر لا، نفس الفكرة، أنا ما أشوف التقليد ممكن مثلا، تجيب فكرة ويعني تدخله في العادات العربية مثلا، احنا محافظين، مثلا، أنا ما بصور زوجتي في المقاطع الفلوجر الأمريكي راح يصور زوجته وصديقته زي كده يعني ممكن ندخل الأفكار، لكن بنفس الوقت نراعي العادات والتقاليد المحلية طيب، محمد، بالنسبة لك أكبر تحدي توجهه اليوم باستمرارية القناة، ما هو؟ أكبر الاستمرار على النجاح لأني شاهدت كثير قنوات ناجحة لكن مع الوقت عدد المشاهدات قلت والنجاح قل فهذا أقلق على هذا الشيء، أكبر تحدي بالنسبة لي وطبعا إذا تركت وظيفتي، هذا الشيء راح يهمني أكثر تمام، نتمنى لك التوفيق محمد، شكرا جزيلا شكرا لك يسب خايف موت من هنا وبهذا نأتي إلى ختم فقرة اليوم، للمزيد أكيد تتابعون حسابات سكينيوز عربية عبر فيسبوك وتويتر وبقية منصات التواصل الاجتماعي، أيضا بقية أخبار السباح تتابعوها مع جرير وداليا ترجمة نانسي قنقر